حين تنازل عن الخلافة وهي حقه حين تنازل عن الخلافة وهي حقه لمعاوية ابن أبي سفيانا وقال له وقد هاب له بكتاج بك أمسال الجبال قال إن كان هذا الأمر لك فلنكن أسعك في حقه لك وإن كان هذا الأمر لي فأنتاركه لك حقنا للدماء وطلب فيما الله في الله جل وعلا فإن للغنة قد عافت فيه لما كهل ولا مخرج لها مما هي فيه إلا بالصلح والصرح عما مضى كان لمحكمة رأي قديمة وقلناه في الحضايا كسيرا أنها لا تحاكم فترا أو عبين ولكن إذا تحول هذا الفكر إلى أفعال مادية نتج عنها جرائع هنا واجب العقار الإخوان المسلمين إنما حكموا كوانوا فرحا سميت بلجان نوعية انتخب أو ابتخب بقرات للدماء خربوا حرف قتل إذن إذا كنت تكون أن النوايا يعلمك الله ألا ترى من هذه الأفعال أن نوايا تظهرت على أرض الواقع بأننا لا نحاكم الأقوال وحاشى لله إذن ماذا نحاكم نحكم على كل قبل وعلى كل فعل محارف كتاب ربنا وظلتنا لكن الجزئيات التي تحضركم بالسؤال عنها مصدر البحث والتحدي فيها وفق برات إله هو القضاء أنا بسألك بشكل عام عن رأيك في جماعة الأخوة المسلم ذكرت ما أدين بكتور فأمني في الستين من عمري وعرحة أنقلت الله في كلمة الله وفق بس شباب بقى الستين بقى السلفيين ما رأيكم السلفيون اسم يطب أو نسبة للسلفي الصالح ولذلك أنا أراها تزكية أراها تزكية السلفي الصالح هم الصحابة والتاكرون وتابعوا التاكرين بشهادة سيدنا رسول الله خلقوا الناس قومي ثم الذين هل يفتربون عن أهل السنة والكتاب أو هل يفتربون السنة السلفيين لا أبدا هم غيروا هم غيروا هل يفتربون السنة والمشكلة أن كل أحد ينسق نفسه إلى نسب الذي يريده السلفيين نعم الله يفتربون فأنا أقول السلفيون نسبة إلى السلف من السلف الصالح؟ أشرف السلف وأطهر السلف وأعظم السلف سيدنا رسول الله نعم هكذا قال لبطعته الطاهرة وذرته النالرة أم الحسنين الزهراء فاطمة قال لها نعم السلف أنا لك يا فاطمة نعم السلف أنا لك يا فاطمة أنت في مجالس العلم تتنسى نفسك وتسترسك الشرق لأنا ربنا نفاء عليكم إنما رأي أنك في محكة وأننا نريد أن نضع النقاط على الغروب وأن نضع النقاط على الغروب في مسائل معينة فالله يفهمك المسائل نفسك سرحتي كده أنا أعجبتني عبارة كلكم في إقاقنا مع الشيخ حفوق حين قلت لكم أطبقوا لك جوالا لك المصولة فيه وتجول فأنا أريض عن المصولة بهذا الجوال جي أمين الحظة علي الله فأقصد أن السلف هو رأس من رسول الله لتكميله نعم يا سيدي لن أقول بأسترسل مع شايف أداب المحكمة والجرسة يا سيدي ده أنت محام لكن كانت سأقولي أن أنت عيش فيه فضل يا بي فالسلفين نسبة للسلف صالح لكن التي يريد من السلح وحضر من غيره وحضر من غيره وحضر من غيره ليس من حق أي محب أن يجعل من نفسه حادثا على الأرض الصلفية ليدخل منها من شاء وليدخل منها بل الصلفية تمهش كتاب المسلمة بفهر صالح قال تعالى ومن يشاطف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ومسله تهنى وسلم مصير وقال سيدنا عبد الله بن مسعود من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحيا لا تؤمن عليه فتنة ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة الأبيل ولنقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على الآثارهم وذنستقلوا بمصطباتهم من أخلاف المسارين فإنهم كانوا على الهدى المستقيم لا أقول إذا الأسترسل أكرم هذا حتى لا تحب عليهم فإننا هلل نعم للسلفيين بشكل تفسير نعم أجل ما رأيك في أنصار بيت المقدس؟ قد صار بيت المقدس أو ما يسمون الآن بولاية سيناة هذا كان اسمه قليلا حين أخذ زعيم المنظيم أبو اسم المصري علينا في شريق صلطي مسموع بعدما قتلوا أولادنا من أفراد الجيش ويقول نصا لقد قتلناه لأن الله أمرنا بذلك وهذا ضلال مبين ورب الكعبة لا أقول ذلك إلا ابتقاء مرضى رب العالمين وقد قلت ذلك مرارك يقول لقد قتلناه لأن الله أمرنا بذلك الله أمرك بقتل نفس محرمة بقتل إنسان يحرر لا إله إلا الله وأن محمد الرسول طالب بل ربنا جل وعلا أمر بقوله يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام نستممنا تبتبون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كانت ما تعملوا لغبيرا الله جل وعلا لم يقضوا بالخطر بل قالوا يقضوا مؤمنا متعمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضوا الله عليه ولعله وعدله عذابا عظيمة وقلت والله يعني أنصار جيلة الماكدس أو ملاية سينة وليسوا على الطريق الصحيح إطلاقا أقولها بعل الصبت كيف أكون هؤلاء وغيرهم على الطريق الصحيح وهم يستحلون الدماء المحرمة للمسلمين والدماء المعصومة للذميين أي من النصارى أو يارود والمستثمنين والمعاهدين الذين يعيشون في بلادنا هذا سوء فهم خطير للأدلة من كتاب لا بسنة رسوله والجماعة الإسلامية أنا أودك أن يكون كلامه بفضل الله تبركت على كلاما عاما للجميع لأن المحاكمة إذا كان كلاما عاما للجميع يعني كلامك أن هذه الجماعات كنوا على خط واحد وأن الهولي بيختلف عن الجماعة الإسلامية كل جماعة من هذه الجماعات قد تتفل في الأصول عنها وصول كبيرة وقد تختلف في معظم جزئيات من أجل من فرور من أجل خطأ والصواب هل يشتريفون أم يفضل أنا لا يعني أنا أحكم بالخطأ والصواب على كل قول وعلى كل فعل خالف القرآن والصول كهذا القول الذي بكرته في فضرتك الآن حيث أقول ذلك فهذا قول مخالف للقرآن والسنة وهذا خروج عن الجادة وعن الصلاة يعني الجماعة الإسلامية يمتهدون طريق القتال والسنة كان له جنوبا وصبت قبل ذلك وبعد المراجعات رأينا صورة مختلفة وتقصيلا جديدا ولذلك بالمناسبة أنا أود الآن أن تعيد الدولة مرة دخرة قضية المراجعات قضية المناقشات للشباب في السجون وفي خارج السجون لأن الفكر لا يمتسع إلى الثاني أن الفكر لا يمتسع إلا بالفكر نعم أنا لا أقلل مجان المواجهات أميك لمن يحمل السلاح فمن لطقت يده بالدماء المحرم أو المعصومة هذا يعالج مني لكن الفكر السلاح يثبته لا بد أن نحفظنا شبابنا وأولادنا وأنا أقولها لله شبابنا ينشق ويربى في ضد جملة هفلة من المتناقضات والأزمات والمحفلات يجب على أهل الفقه والعلم في المؤسسات الدينية الرسوية أن نمتح صدورنا جميعا وأن نسمعهم الفقه بدليله دون تسفيه أو تحقيل له فلقد أثبت الواقع أننا أننا ولكن برد نفسنا قصرنا جميعا قصرنا جميعا في حوال هذا الشباب والسماع منه وإسماعه وتعليمه للحق بدليله من كتاب الأجهر وسلم رسول الله شكرا